البليلة تصنف ضمن الأكلات الشعبية التي يتناولها الناس في الغالب خارج المنزل أثناء تجولهم أو قضائهم لأوقات ممتعة ويكثر الطلب عليها في المناطق التي تشهد التجمعات طبعا هذه واحدة من المهن التي احنا أباتنا وأخواننا الكبار اشتغلوا فيها والآن احنا قاعدين نعيد الموروذة الشعبية هذه فيها وإن شاء الله بنحاول نطورها بأيدي سعودية ونكون احنا أحد دعائم الوطن وهذه المهنة إن شاء الله الواحد ما يقول إنه ما في شغل في البلد الحمد لله هذا باب رزق وإن شاء الله يكون افتح بيت وإن شاء الله يصرف على أسرة كاملة الشاب وصطفى قواص في العقد الثالث من عمره بعد انقطاع والدي خمسة وعشرين عاما عن إعداد وبيع البليلة ليعيد هذه المهنة التي ورثها عن والده واستمر بها حتى الآن الشيء اللي رجعني لها كلمة سمعتها في الإذاعة اللي هي أي كان أنا أقدر فأول فكرة رجعت لي أني أنا أرجع لمهنتي إلا أبويا قال لي هذه المهنة اللي يوم ترجعكم للطريقة الصح لو إنه صار معاكم حاجة في الحياة شهدت ما تسمى البسطة تجمع الراقبين في تذوق البليلة التي يتم طبخها بطريقة خاصة بأيدي سعودية احترافية الآن لي فترة والآن أنا مشارك طبعا الآن في مهرجان جد التاريخي في سوق الجمعة والفضل ببعض الله سبحانه وتعالى لبعض الزملاء والأخوان المتواجدين هناك في سوق الجمعة ودعمهم لي تعتبر البليلة الأكلة الشعبية الأوفرة حظا من حيث الإقبال على تناولها المتواصل الذي لم ينقطع منذ عقود ونازالت تنافس في أسواق الأطعم الحديثة والشعبية من خلال تواجدها الدائم في الأماكن العامة مثل هذه المشاريع تشعر الشباب بالمسؤولية إضافة لحياء مهنة الآباء والأجداد فعد السمحان الإخبارية جد